اشتركوا في القناة اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم عنوان الحلقة موعظة الاولياء اولا لقمان حكيم قيل انه نبي وقيل انه عبد صالح كان يعظ ابنه والولي او النبي او الصالح عندما يعظ ابنه مرات من باب اياك اعني واسمعي يا جار مثلا لقمان كان يعظ ولده عن الشرك كما يشرح القرآن الكريم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اولا الشرك على نوعين شرك جلي وشرك خفي الشرك الجلي هو الشرك الواضح عبادة الاوثان والاصنام وغيرها اما الشرك الجلي على خمسة امور تقريبا الرياء والمراء والتعجب والتكبر والاستكبار الرياء ورد عن مولانا امير المنين سلام الله عليه كيف يدخل الرياء الى بني ادم يقول سلام الله عليه يدخل كالنملة السوداء على حجرة ملساء في ليلة ظلماء يعني انسان يصل لصلاة طبيعية لكن عندما يرى شخص من الاشخاص يحاول يحسن بها ويطول وهكذا هاي فاليوم ينقلون انه رجل كان كان يعني الجو ممطر ويصل لصلاة الطبيعية اللي هي سريعة لكن شاف خيال موجود شاف خيال واخذ يطول حسن بصلاة عندما انتهى من صلاته واذا وجده وجللكم الله حيوان حيوان موجود لذلك ينادى يوم القيامة باربع او خمس لداءات هذا الانسان المرأي يا غادر يا فاجر يا كافر اذهب واخذ عملك ممن عملت له هذا الرياء يعني بعد التعجب ايضا الانسان يعجب بعمله حتى هذا نوع من انواع الشرك الخفي والمرأة ايضا نوع من انواع الشرك الخفي الظلم الظلم يعني ايضا نوع من انواع الشرك الخفي وكذلك التكبر يعني الاستكبار والتكبر هذا نوع من انواع الشرك الخفي امير المؤمنين سلام الله عليه كان يوصي ابنه الحسن الامام الحسن لا يحتاج الى اوصيه امام مفترض الطاعة قال بني حسن بخصوص يعني عبد الرحمن ابن ملجب بني الله الله بأسيركم اسقوه مما تشربون اطعموه مما تأكلون هذا وصية امير المؤمنين للحسن وبالتالي وصية للامة كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اياكم والمثل ولو بالكلب العقور زيانا خلي نشوف هذه الامة ولكن هل الامة هل ان الامة امتثلت لما جاء عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اهل بيته طبعا لا شوف يعني النبي يقول اني تاركم فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا وقد انبأني اللطيف الخبير انهما لي فتريقا حتى يرد علي الحاوض ماذا يعني اول ظلامة هي الزهراء بعد استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في رواية بعد اربعين يوم ورواية اخرى خمسة وسبعين يوم ورواية اخرى تسعين يوم زيان والامام المفترض طاعة ايضا سلب حقه يعني امير المؤمنين سلام الله عليه والقضية معروفة انه لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اداء مناسك الحج وجمع الناس كما يقول الشيخ الامين في الغدير تسعين الف او يزيدون على ذلك قال ايها الناس من اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق حيث دار عليه سلام الله عليه الناس كل منهم يأتي يسلم على مولانا امير وقد جاء قوله تعالى الآية السابعة والستيم سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ائن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين طبعا كل منهم يقول بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه وقد بايعوا الاول والثاني والثالث وعبد الرحمن ابن المجيب المرادي قد بايعوا مولانا امير المنين سلام الله عليه واما النساء قد تمت البيعة عن طريق الماء وتمت البيعة وجاء جبرايل يحمل جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم يعني يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وهو يوم تنصيب مولانا امير المنين سلام الله عليه اماما وعلما وخليفة للمسلمين بعد رسول الله بلا فاصل يوم 18 ذي الحجة الحرام وتمت البيعة وكل منهم يقول بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة لذلك العلامة الطبطبائي في البيزان عندما يصل الى تفسير قولي تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وفي الاخرة من الكافرين يقول كل الايمان هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم برز الايمان كله الى الشرك كله فالايمان كله علي بن ابي طالب وقد ظلم وملانا امير المنين سلام الله عليه باخذ الخلافة اخذ الولاية الامام المفترض الطاعة يعني امير عني على السلام انشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس من جلس في سقيفة بني ساعد ونصب من نصب وقطل مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه خمس وعشرين سنة تقريبا وهو امام مفترض الطاعة وبعدين يطلبون مننا البيعة شوف المشكلة يطلبون مننا البيعة للأول هو امام مفترض الطاعة زين الم يا علي الم تبايع اضرمنا عليك الدار نارا وبالتالي اتهت القضية باستشهاد فاطمة والجنين المحسن وجاء بقبس من نار يقال له ان في الدار فاطمة يقول وان وقد اوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفاطمة فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذا الله والنبي كما يعبر القرآن الكريم عنه في الآية الثالثة من سورة النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستواه بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او 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 ادنى وانتهت القضية باستشهاد الزهراء سلام الله عليها بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية اربعين يوم وفي رواية اخرى يعني بعد خمس وسبعين يوم وفي رواية ثالثة انه بتسعين يوم واثي الظلامات اللي بدت اول ظلام بل ظلامة امير وين نسأل الله ان يجعلنا وإياكم من الثابتين والمناصرين لولاية محمد وآل محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر